أنه الهدف من عنده محاصرة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني باعتبار نظام الدوار المتعددة ما يخدمه أو ما يخدمه التيار الذي يتزعمه إلى دخل الانتخابات القادمة هو الرجل لحد الآن لم يقل أنه سيدخل الانتخابات القادمة عنده مشروع بناء دولة وتنفيذ برنامج الحكومي ولكن يبدو الاحتياطات المسبقة تم اتخاذها الآن من خلال هذا القانون باعتبار قانون الدارة الواحدة يجعل هذا دخل في بغداد مثلا يحصل على أصوات كثيرة كذلك في محاوظات أخرى لكن للأسف يعني احنا كل دورة انتخابية نفص القانون حسب ما تريد بعض القوى السياسية أنت الآن تتحدث عن جريمة تساق ضد رئيس وزراء من قبل الرافعة السياسية التي جاءت به هذه جريمة أنت لا تثق أن تخلق رجل دولة يكفر لك عن خطاياك ويقدمك إلى الجمهور وبعد لسنتين من الآن بداية تتقصص جناحها زيان رئيس وزراء شون يقبل أن يستمر مع هذه الطبقة والناس شلون رح تقتلع بهذه الطبقة هس أنا ما افتهم فهمني شنو معنى هذا مراهقة سياسية جهل سياسي دهاء غباء انتقام فلسفة صفسطة ميتافيزيقية شوف الاسم يرحب أمك لا هي قسم مني ذكرت من هاي المسميات كلها ينطبق على هذا إذا تخبطهم كلهم ذن المسميات اللي يطرحتهم تطلع لك قاسم مشترك من عندهم ملوز من لبلب ما يطلع بسجون جميعا كلها ذن المسميات بالضوط يعني ولذلك يعني اللي يجري الآن مؤسف في الحقيقة يعني هي طبعا هو يسوقوها بإطار ديمقراطي هو يقول لك يعني ما مسوي غلط لا ديمقراطية أكو نظام ديمقراطية دوار متعددة وأكو نظام دارة واحدة وأكو سانت ليغو وأكو كذا كلها هي بالنتيجة إذا أخذناها من هذا المعيار تبدو طبيعية ولكن عندما نأخذها من باب آخر عندما طرف نحس إنه راح ينجح أو إذا يشتغل صح ونحاول نحاصره هذا طبعا الحقيقة رسائل غير صحيحة لكن يفترض الناس الآن يفهمون هذه المساعد الناس الآن يفترض بالروح فروح شري فروح هيا سانت خوش ناو بقى دك إغتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر